السلام عليكم وان شاء الله جميعا تكونوا بألف خير النهاردة تلاتين رمضان وده شروق شمس تلاتين رمضان اخر يوم في تحري ليلة الادر واقدر اقولك النهاردة خلاص كده ليلة الادر عدت كده معتش في ليالي تانية ينفع تكون ليلة الادر فلازم ليلة الادر تكون عدت لكن النهاردة شروق مختلف خالص النهاردة يا جماعة السماء بيضى على غير العادة يعني انا كنت بشوف الشروق في كل يوم بطلع فيه كنت بلاحظ ان الدنيا فيها شوية حمار مردين مالكو الاول للناس تأكدوني الصوت والصورة واضحين ولا لا الناس تأكد لي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اهلا وسهلا بيكو جميعا شكرا للناس الجميلة اللي بتعمل لايك مجرد ما تخش يعني الناس فيه ناس بتعمل لايكات على طول قبل ما تشوف اي حاجة فانا بشكركم شكرا يعني جزيلا اعيز اقول لكم ان انا تعبان شوية الحقيقة يعني بقى لي بقى لي ومين كده شكرا لكل الناس اللي بتقول ان الصوت واضح من جمهورية راس البره احييك ده السيد حبيبي يابو السيد والله ان شاء الله تكون بقى الف خير اهلا وسهلا بيكو الساعة ستة صباحا بالثانية بتوقيت مكة المكرمة يعني فتحنا الله في الساعة ستة بالزبط بقول لكم ان انا يعني تعبان شوية كده بقى لي يومين تسلم يا ابو حميد السوت والسراطين بقى لي يومين كده كنت بعاني شوية يعني داخل على دور برد كده بسيط الوقتي بقى حتى مع ان انا باخد دواء لكن البرد تملك شوية مني بس على مين هو يومين وهيمشي يعني يومينهم وهيجغرهم ان شاء الله طيب الحمد والله على كل حال الشروق النهاردة مختلف شوية عم اوريكو بقى انا كل مرة بوريكو الاول برج الساعة عشان اوريكو مكان الحرم اهو برج الساعة اللي قدامك ده شكرا شكرا جزيلا يا جماعة مع الناس اللي عمالت قولي سلامتك بالله العظيم اه من اسوان ده محمد شحات حبيبي والله يا محمد تسلم شكرا جزيلا صباح الخير محمد احمد بيقولي انا بحبك او حبيبي يا ابو احمد والله شكرك شكرا جزيلا بصوا يا جماعة تعالى موريكو بقى احنا كده كنا بصين على المكان اللي فيه المكان اللي فيه برج الساعة دلوقتي هنبص على على ايه على مكان الشروق احنا كده بصين على مكان الشروق بصاب والحقيقة انا فعلا يعني حاس كده ان الشروق هيبقى مختلف النهاردة شوية حتى لو ما كانتش ليلة القادر ليلة امس بس الشروق النهاردة هيبقى مختلف شوية كمان ان شاء الله الصحب دي يعني بعد دقائق تنجلي ونقدر نشوف الشمس كويس الشروق الشمس اللي هو ان الشمس تبقى موجودة في مكة المفروض ان هو الساعة ستة وسبع دقائق يعني قدامنا حوالي اربع دقائق بالضبط عن شروق الشمس ربنا يتقبل منا ومنكم الاول مرة يا جماعة موضوع تحري ليلة القادر يكون صعب جدا جدا للدرجات دي صعب بطريقة غير طبيعية صعب جدا عايز اقول لكم الحقيقة مية في المية ولا مرة شفت شروق شمس ليلة القادر السنة دي السنين اللي فاتت كنت يعني اه لا اما دي لا اما دي انما المرة دي في ليلتين ممكن اشك فيهم اه لاني ما شفتهمش اصلا لاني ما شفتش الشروق فيهم فاهمين ازاي؟ لكن شروق الشمس كل مرة ما كانش هو ابدا شروق شمس ليلة القادر عشان كده انا بقول لكم بصدق يعني الموضوع صعب جدا جدا مش سهل ابدا اي حد بيجيب لك صور ويقول لك ان دي كانت ليلة القادر صدقوني الصور كلها مش صح يعني انا اتبعت لي ناس كتيرة بعتولي مع احترامي الشديد ليهم بعتولي صور شروق شمس ويقولولي هي بيضة هي مش بيضة يا جماعة شروق الشمس ده ازايك عمليه حبيب ان شاء الله يكون بخير الله يكرمك الشاب الجميل اللي بيجيلي كل يوم يبص علي تعال اموريه لكم يا جماعة تعال اموريشوفوا كده الصواحد وايف تحت هناك هون هو اخوه تقريبا بيكونوا يصوروني اموري للناس اللي على اليوتيوب دلاتي حاة دي المكان بتاع شروق الشمس انه احنا عملنا ازوم شوية معلاش شكاله هوريي الجسم اه! هوري الناس اللي على اليوتيوب دل هي تصدق اه! هوري الناس اللي على اليوتيوب دلوقتي بص يا جوان الناس اللي على الووتيوب سي واحد اهو وهي فتحت هنا استنى استنى ما ساقوم عليك انتم مش شايفينه اهو كل يوم هو واخوه بيجولي كده يشاورولي حبيبي بس ومنتهى الجمال بصراحة وادي اهو ده مكان شروق شمس تلاتين عوضان اللي انا بقولك ان الشروق مختلف النهاردة شوية بجد والله يتخس ان الدنيا بيضى كده شوية النهاردة في شروق شمس تلاتين رمضان حتى لو ما كانتش ليلة القادر بس الشروق فعلا مختلف طيب انا هعمل فيديو يا جماعة بعد اللايف انا مجمع يعني النهاردة كان كان شغلي الشاغل الشوية اللي فاتوا دول ان انا شوف ايه ده يعني اشوف ان حصل ده في السنة دي ان انا ما شوفتش ولا شروق له اسمه ينفع يبقى شروق شمس ليلة القادر عشان كده عادت اذكرلكم مبارح في الفيديوهات اللي انا مسجلها كلها حتى الفيديوهات اللي معاها مش اللايف هات بس في فيديوهات بابقى مسجلها بالكاميرا عادت ادور شوية كده يا جماعة فين الليلة اللي تنفع ان هي تبقى ليلة القادر صدقوني ما لقيتش ما لقيتش حاجة ينفع ارتكز عليها الا الليلتين اللي انا ما شوفتش فيهم الشمس بقى لكن المرات اللي انا شوفت فيها الشمس كويس هي المرات اللي انا اقولك مية في المية ما كانتش ليلة قادر كان واضح ان الشروق لا لا مش شروق ليلة قادر انما ان انا اعرف هي انه واحدة صدقوني مش عارف اشوف مش عارف طيب هجبلكم انا انا اعمل زي ما قلتلكم كده خلاص انا جمعت الداتا يعني وان شاء الله بعد ما خلص تحري النهاردة هنزل اشتغل على الفيديو بتاع ليلة القادر كانت انت او الاقرب ليلة انها كانت ليلة القادر فعلا وبالدليل خلاص بالدليل يعني بالصور والفيديوهات خلاص ان شاء الله بعد ما نعمل التحري ده هنزل اشتغل في الفيديو ممكن يقود له وقت يعني فالناس اللي بتبقى صهرانة من بالليل يعني ناموا واسترياحوا ان شاء الله لما تصحوا منهم هتلاقوا الفيديو موجودة على القناة اللي هو شمس ليلة القادر كانت ايه الاقرب انها تكون ليلة القادر طبعا الشروق اللي قدامنا شروق تلاتين رمضان وانا الحقيقة لا ارجح ابدا ان هي تلاتين رمضان ليه يعني الليلة انبرح كانت جميلة والله حتى في مكة الجو كان حلو جدا جدا لكن مش عارف ليه لا اعتقد ان اخر ليلة في رمضان هي اللي بتبقى ليلة القادر هي ليلة تسعة وعشرين في اماكن تانية انا عارف كويس الكلام ده في عمان في المغرب في دول اسيوية اسلامية لكن انا شخصيا ما بشوفش ان ليلة القادر هي ليلة تلاتين في اي مكان ليه لان الناس هنا في السعودية جماعة لما قالوا ان هما شافوا شروق شمس لما شافوا الامر اللي هو هلال رمضان يعني شافوه في احداشر مرصد احداشر مرصد شاف خلاص من ده هلال رمضان فبالتالي الناس في السعودية مبدأوش غلط احنا مبدأوش غلط في السعودية وحديث النبع السلام بيقول ان هي ليلة وترية فصعب جدا رمضان تلاتين يوم يبقى ليلة تلاتين هي ليلة القادر يعني موضوع صعب جدا لكن احنا موجودين ونشوف اهو عشان نتأكد فيه ناس بتقول ممكن يكونوا دخلوا غلط فيه مرصد يا جماعة صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فيه مرصد شاف ان خلاص النهاردة واحد رمضان يبقى خلاص النهاردة واحد رمضان كذا 11 مرصد مختلف يعني كل دول بدأو ما شافوش صح اكيد شافو صح فمش دي القصة يعني المهم ان انا شخصيا بقولوكم ان انا كده انا واحد من الناس بشوف ان موضوع شروع الشمس ده وليلة القادر صعب جدا تكون ليلة تلاتين الا اذا ان هي ممكن تبقى ال 29 لو احنا كنا داخلين غلط في رمضان بس هو ده الحل الوحيد طيب هناك مرصد بس ما شافوش واحد بيقول لي اوه المغرب كذلك هناك مرصد لرصد الهلال ايوه بس هم قالوا احنا ما شفناش ما شفناش حاجة غمية عليهم يعني لكن احنا هنا في مكة شفنا في السعودية شفنا من خلال 11 مرصد وبالعين كمان مش بالتلسكوبات فالناس اللي شافت رمضان خلاصي بأهلال رمضان يبقى رمضان بدأ يبقى صعب ان ليلة القادر تبقى ليلة 30 رمضان طيب المهم خلونا لان المفروض ان دلوقتي يا جماعة دلوقتي الان يا جماعة هو الناس دلوقتي يا جماعة موعد شروق الشمس في مكة دلوقتي موعد شروق الشمس في مكة ويعني انا حاسس اه شايف شايف قد يكون في اضاءة هتأكد يعني بعد داحاظات قليلة هنتأكد اذا كان الشروق ده شروق شمس الليلة القادر ولا لا تلاتين رمضان طبعا احنا كده كده هنستمر لمدة عشر دقيق كمان قبل ما نقفل لا لا ما ينفعش في ناس تحت عايز يجيلي مش عايز مش عايز مش عايز في ناس تحت ممكن انزلك انا ممكن انا نزلك الراجل اللي عايز يطلع عندنا مش عايزها طبعا عشان البواب اللي تحت طيب احنا انا 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 شايف ان في اشعة رغماني لسه ما شفتش الشمس الشمس ورا السحب دي يا جماعة لكن حسني في اشعة الدعا بالشفاء يا شيخ محمود الله يكرمك والله من اللي بقول يا شيخ محمود خالد حبيبي يا خالد خالد عبد الله بيقول الدعا بالشفاء يا شيخ محمود بارك الله فيك اخي الكريم تسلم الله يا خالد صح انا متعبان شوية يا جماعة والله معلش يعني اذا كان صوتي فيه تعب فانا بقالي يومين كنت بعافر كده مع العاية وبعدين تملك مني بشكل كبير الوقتي لكن على مين يعني ان شاء الله يومين كده ويبقى كل تمام خلاص اللحظات وهيبدأ شروق شمس تلاتين او يعني هو الشمس اشرقت لكن احنا لسه يعني ايه بنستنى ما نشوفها من وراء السحب وانا حاسس حاسس كده ان اللي قدامي بقى فيها شعار الشمس اللي قدامي فيها شعار اول مرة يا جماعة زي ما بقولكوا كده اول مرة حس بموضوع ان الموضوع صعب جدا كده موضوع صعب جدا فعلا اول مرة في التحري مين سنين طويلة ولا مرة شفت شروق شمس ينفع يتقل عنه شروق شمس ليلة قدر ولا مرة في ليلتين ما شفتهمش خالص هم دول اللي ممكن اه يعني هتابعهم بقى في كذا مكان مختلف كذا مكان مش مكان واحد مختلف عشان اتأكد اذا كانت ليلة القدر ولا لا طيب احنا دلوقتي ممكن نكون بدأنا نشوف شوية عشان ايه الناس تتأكد تماما الاقرب ايه هو ده اللي انا هقول ان شروق الشمس في اشعة اي حد تاني يقول لي اصلي هي مفيش فقى اشعة خلاص هتقنعني بحاجة غير اللي انا شفتها بعينيه صعب جدا ان اقولك اه وتسهل معك لان معظم الناس حتى الناس اللي بيصوروا لي في ناس يا جماعة بتأكد لي انا شفتها يا عم انا شفتها والله مش عارف ايه وفي الاخر لما يبعث لي الصور قلينيها شمس فيها شعاع جامد يعني يا جماعة شمس ليلة القدر امر خلاص بدر يعني يعني استحالة تلاقي اي اثر للاضاءة خالص بدر طالع كده في السماء امر طالع مكان الشمس بالضبط بالضبط دايرة لكن بيضع او يعني مفيش فيها اشعة اطلاقه خلاص طيب اه في حد بيقول لي استعجل لو انت مستعجل يعني روح رايح شوية وتعالى يعني استعجل اعمل ايه ازوق الشمس ولا ازوق السحب ولا روح رايح شوية عم وتعالى اللي بيستعجل ده اه والله انا طالع وانا اتعبان فعلا يعني فانا انا كمان عايز يعني اشوف بسرعة وانزل اشتغلكم في الفيديو بتاع الليلة الاقرب اللي كونيها ليلة القدرة ان شاء الله اه حتى الليلة واحد وعشرين كانت جميلة والله الناس اللي بتتكلم انا مش شايف التعليقات على الفيس بوك خالص مش عارف التعليقات راحتين ايه شفتها خلاص اه ممكن دعوة اولادي سير زعاتي اهلا اهلا وسهلا بكل الناس اللي على الفيس بوك اه في حد بيقولي انتبع حضرتك من سنين ياسمين يوسف في اسلامية ياسمين والله لازم ترتاح عشان تتعافى ان كنت يكون كورونا لا مش كورونا خالص مش كورونا انا بشم كويس وكل كويس اه لا الدنيا الدنيا فيها شعاقه يا جماعة في الصحب انا شايف شعاقه في الصحب عبايب شكرا الله عبايب تسلم الناس اللي تحت ان شاء الله ناس جميلة الله اعرفوا المكان اللي انا بعمل فيه منه تحرم الصور فبقوا يجولي كل وقت في تحرم دعوتك يا شيخ محمود يا عم خالد انا والشيخ الناس اللي بتقولي يا شيخ ده انا اخده على انها هذار انما شيخ انا والشيخ خالص انا دعيلنا معك متابع من الجزائر حبيبي والله هو حبيبي كل اهل الجزائر حبيبي يعني مش حاجة قليلة حصلي موقف صغير كده في الحرم النهاردة لازم احكيه لازم احكيه لازم احكيه عن الجزائر انا واقف عشان اركب الباص من الحرم جنب الحرم على طول في باصات يعني بتودي بتطلعك بره الحرم فالمفروض ان انا ادفع 4 ريال في الباص فالدافع بيبقى بالكارت وانا انا جاي زيارة مش مقيم فالمفروض ان انا كارت يبقى معي كارت ادفع فقلت للناس اللي وعفين وانا انا ادفع وانا ادفع الفلوس كاش فمحدش بيرد وبعدين وجدت سيدة جدا كبيرة قامت عاملة وقامت 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 اهل الجزائر قالت لي اهوه فده موقف لا يمكن انسى ان اهل الجزائر حتى السيدات لهم موقف ممتازة حتى ما يعرفونيش على فكرة كانوش يعرفوني خالص يعني مش خطى جزائرية فطلعت عرفاني فقامت لا هي الست جزائرية لما لقاتني واقف ممعيش بتاع وممعيش كارت وكان معي شنط واحد زمننا كان جاي يعمل عمرة فانا جبت الشنط بتاعه فقامت دفعلي من غير ما تبصلي حتى دفعت ومشيت على طول فانا بشكرها وبشكر كل اهل الجزائر ده مش حاجة غريبة يعني على اهل الجزائر انا روحت الجزائر كذا مرة يا جماعة وعدت شهور في الجزائر اربع شهور متقطعين يعني فماشي مع السلامة سلامة يا شفاء اسلامه والله السلام فشفت كرم غير طبيعي من اهل الجزائر يعني جابر بيقول انت مصري ايوه انا مصري بس اعين شوية النهاردة بالله عليك قلنا انهي ارجح ليلة هقول لكم والله ان شاء الله بس بعد منزل واقرر الشروق ده يا جماعة فيه اضاقة كبيرة وانا اعتقد ان الشروق ده شروق النهاردة ده فيه اضاقة كبيرة انا شايف اضاقة كبيرة من ورا الصحب شايف اشعة بس مشوفتش الشمس برضو بس شايفين اشعة اهو فيعني ممكن تكون مش ليلة القدر مش عايز احسسكم ان انا مش مدي اهتمام لا بالعكس انا مدي اهتمام كبير ليلة 30 رمضان لان مش هينفع تفوت علينا ليلة لازم نكون صورنا كل الليلة لشان نتأكد اذا كانت هي حاجة اخيرة حابب اقولها للناس اللي اجتهدت في رمضان احنا طلعين هنا يا جماعة مش عشان اقولك اهي ليلة القدر خالص لان لو شفت كل ما يؤكد ان هي ليلة القدر برضو مقدرش ااكد ان هي ليلة القدر لكن لو شفت ما يعكس ان هي مش ليلة القدر هقولك مش ليلة القدر فهمت ازاي؟ لان في حاجة مهمة يعني مثلا ليلة القدر من ضمن الحاجات الكويسة اللي فيها ان الليلة نفسها تبقى ليلة حلوة ليلة الجو هادي فيها الجو كويس فيها الجو مش حر ولا بارد فلما تيجي ليلة في العشرة الاواخر من رمضان ايا كانت هي انهي ليلة وبعدين تبقى حر جدا وصهد استحالة تبقى ليلة القدر استحالة لكن لو كانت ليلة ضريفة يبقى ممكن مش تبقى ليلة القدر يبقى ممكن تكون ليلة القدر فانا التحاري اللي هعمله ان شاء الله او الفيديو اللي هعمله بعد شوية بس ان شاء الله تناموا او يعني بعد ساعتين كده اللي هو هتأكد من كل حاجة في الصور وبعدين اشوف الصور اللي كانت عند الناس اللي انا بثق فيهم بثق فيهم وبيعملوا لايف مش بثق فيهم بس بثق فيهم وبيعملوا لايف وبعدين اخر حاجة ان انا اعمل لكم الفيديو اقرب ليلة بناء على ايه كمان بناء على الجو كان فيها عامل ايه مش بس شروق الشمس لان شروق الشمس انا ما شفتش فيه ليلة قدر خالص فالموضوع كان صعب بالنسبة لنا جدا واي حد انا بقولك اي حد قالك ان الشروق الفلاني كان شروق ليلة قدر سدقوني يا جماعة السنة دي من عشرين سنة تحاري اقسم بالله من عشرين سنة اول مرة انا ما شفتش خالص ليلة كان فيها شروق الشمس ينفع يكون ليلة القدر شروق الشمس اللي هو الشمس ظهرت امر ما شفتهش ولا مرة طيب انا كنت بالحرم ليلة ده مين ده اللي بيقول شايمة بتقول انا كنت بالحرم برمضان ليلة تسعة عشرين حر موت كابمة اهو تبقول ليلة سبعة وعشرين ليلة سبعة وعشرين يا شايمة لو انت كنت في الحرم لان اللي انت بتقوليه ده انا اعرف كويس طيب مين تاني تبا ليلة تسعة عشر ماينفعش تكون ليلة قدر خالص يا جماعة الناس اللي بتقول ليلة تسعة عشر وحتى ليلة عشرين ماينفعش تبقى ليلة قدر ليه؟ ليلة 14 او ليلة 20 مينفعش يبقى ليلة قدر ليلة 19 نحن لست مدخلناش في العشر الاواخر نحن يوم 19 رمضان لست مدخلناش في العشر الاواخر ليلة عشرين برضو مدخلناش في العشر الاواخر العشر الاواخر بيبدأوا من 21 وعشرين عد معي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر يعني ليلة واحد وعشرين هي اول ليلة نبدأ فيها وليلة واحد وعشرين كانت ليلة عشرين في اماكن تانية فما ينفعش تبدأ من قبلها خالص هي ليلة واحد وعشرين اللي هنبدأ منها نوريكم التحري لان ليلة القادر في العشر الاواخر وفي الوتر الوتر الاواخر من رمضان يعني ليلة واحد وعشرين وما بعدها ان شاء الله بليلة تسعة وعشرين كان فيه شعاع ليلة سبعة وعشرين كان فيه شعاع انا بقول لكم كويس في مكة ليلة سبعة وعشرين الجو كان حر جدا ليلة تسعة وعشرين الجو كان كتمة صعب يا جماعة صعب تبقى ليلة القادر ما كلام النبي مصدق مية في المية ليلا لا حرة ولا باردة انا حستها في في ليلتين في العشر الاواخر لا حرة ولا باردة. لا ليلة تسعة وعشرين ولا ليلة 27. ليلة سبعة وعشرين وليلة تسعة وعشرين الجو كان كتمة فيهم وحر حر. الموضوع حر زيادة والشمس اشرقت بشعاع. يبقى ازاي هطلع اقولك ان دول واحدة من الاتين كانت ليلة الادر لا ليلة تسعة وعشرين ولا ليلة سبعة وعشرين ما كانوش ليلة الادر ده يعني مؤكدا بناء على ايه مش بس بناء على الشمس اللي طلعت بشعاع لا كمان الليلة نفسها كانت صعبة الليلة كانت حر شوية فالليلتين دول ما كانوش ليلة الادر طبعا الشمس اشرقت بقالها فترة كده بقالها اكتر من ربع ساعة بقالنا اكتر من ربع ساعة اه اكتر من ربع ساعة شروق الشمس وواضح ان انا مش هشوف الشمس خالص لكن احنا شايفين شوية يعني اشعة من وراء الشمس من وراء السحب طيب بخصوص الناس اللي بتكتب يا جماعة وتقول انا شفتها في الحلم انا مش عارف ايه انا ايه انا يعني ماشي انا ما بقولش ان انت بتجذب او حاجة لا مش بقول كده خالص لكن بقولك ان قد تكون اضغاط واحلام يعني مش حلمك هو الحقيقة ثانيا وده الاهم ان انت ممكن تكون حلمت لما استريحت نفسيا ونما ربنا تقبل منك فحسيت كده فحلمت كده فده طبيعي انها مش لازم تكون هي ليلة الادر طالما انت حسيت او حلمت ممكن يكون ربنا تقبل منك ممكن يكون ربنا يعني ادلك حاجات انت بتتمنىها تقبل دعائك استجاب لدعائك فانت حسيت ان الدنيا حلوة فحسيت ان هي ليلة الادر انما ان هي تبقى 100% ليلة الادر لا مش لازم ليلة 27 وليلة 29 في مكة مكنوش ليلة الادر خلاص في مكة الجو كان حر جدا كان يتكتمى غير طبيعي حر حر انا مش عايز اقعد عادي الكلام كتير عشان الناس بتزهق مني لكن انا بأكد لكم ان الليلتين دول 27 و29 مكنوش ليلة الادر في مكة خالص لا بشروق الشمس ولا بالجو اللي كان جو كتمى جدا انا في مكة المكرمة ده محمد ابوبادر ليلة 29 وليلة امس ليلة امس كانت جميلة بصراحة ليلة 29 كانت كويسة بس الشروق برضو فيها كان احمر خالص ليلة 27 كانت جو حر جدا والشروق كان احمر والاتنين يتنافوا مع كونهم ليلة الادر ليلة 29 كانت كويسة شوية انا قلت ان هو الجو كان حر يعني اه بس يعني كان كتمى شوية حتى شايمة كانت في الحرم ايه وقالت لنا ان الجو كان كان كتمى خالص يمكن الحرم ممكن يكون الموضوع اصعب شوية عليهم بس انا فعلا حسيت ان الجو مكانش احسن حاجة في ليلة 27 ليلة 29 كانت الجو كويسة شوية احسن من 27 بكتير فيه حاجة مهمة يا جماعة الناس اللي عمالت سألني على الشمس الشمس المفروض تطلع زيها زي الامر لا فيه اشعة ولا السحب عليها ضاقة ولا اي حاجة خلص وتبصلها عادي والناس اللي بتقول بتبصلها لغاية جزء شوية اه تبصلها مثلا لغاية تلت ساعة حاجة كده لكن فيه ايام شمس ليلة القادر تقدر تبصلها لغاية وقت طويل جدا لاي الحر مشكلة مين محمد بيقول استنى محمد بيقول لي يا اخ محمود الحر مش مشكلة المهم انها تطلع الشمس بدون شعاع ده كلام مين بقى اللي انت بتقوله كما تقول الكناعة النابي على الصلاة والسلام قلب لليلة لا حرة ولا باردة في عز الصيف ه هتلاقي الليلة دى قاهدة شوية في عز البرد الليلة دى هتبقى قاهدة شوية في الساعة لازم لازم تبقى كده . ده كلام النابي على الصلاة والسلام ما فيش يعني تاخد وتدي. كلام النبي عليه الصلاة والسلام مصدق. وهو حديث صحيح. ده ده مقدرش اقولك انه مش مشكلة. لا مشكلة. لما حس انا بالحرارة جمدة جدا وصهد عن اي يوم يبقى بالتأكيد هي ما كانتش ليلة الادا. لغير ان انا شفت الشمس اي انا اقولك انا شفت الشمس في ليلة 27 وليلت 29 اصدا بيقول لهو اي اس دي اي بيقول انا صحيح كان اتحرق انا من اهل مكة اهو. الراجل برضو حس من الحرارة ومن اهل مكة. طبعا احنا ما شفناش الشروق واحنا طويلنا عليك مش هستوى عليكو اكتر من كده الحقيقية. اي نتيكت اليوم لغاية دلوقتي مش عارفين. احنا ما شفناش الشمس اهو. بس شفنا شوية شعاع. يعني شفنا شوية شعاع كده. انا ملاحظ ان السحب اه الدنيا كان فيها بياض شوية. لكن فيه اضاعة فيه اضاعة قوية يعني فيه السحب منورة خالص دليل ان فيه اضاعة قوية عليها. لكن احنا مستنى لغاية ما نشوف الشمس بشكل كويس. لكن هو الوقت اللي بيعدي ده بيخلي الشمس تتوهج اكتر. لكن هي لو شمس ليلة القدر مش هتبقى متوهجة يعني هيبقى العادي. ربنا يفوق كاربك ادعولي. سبع عشر من مصر كان حار صباحا وبعد الفطار الجو تبدل سبحان الله. سبحان الله. لا احد يعلم بها الا الله. طبعا لا احد يعلم بها الا الله. لكن ابقى صلى الله عليه وسلم قالك تحروها في كذا كذا. وقاعد يدينا دلائل فاحنا يعني بدنا تحرع بس. ده مش اكتر من كده. لكن الموضوع صعب جدا فعلا السنة دي يا جماعة. اه انا شخصيا ما شفتش الشمس ولا مرة ولا شمس ليلة قدر. ولا شمس ليلة قدر. محمد بيقول لي تعتقد ليلة القدر كانت امتى? هعمل فيديو ان شاء الله تاني يا محمد. ويعني هقول لكم الدلائل اللي انا حسيت بيها وان شاء الله تكون اقرب الليالي لكونها ليلة القدر. لكن انا حتى الان معرفش. حتى الان لسه لازم اراجع كل حاجة واراجع الناس الموثوقة. وقرب لكم الليالي. وقرب من الليلة كمان. اللي كانت اه اللي كانت كويسة في مكة. الليلة اللي كانت باردة في مكة. طيب. شادي محمد بيقول لي هناك حديث صحيحة في انها اخر ليلة. اه اخر ليلة في في رمضان هي افضل ليلة بعد ليلة القدر. يعني لو ما كانتش اخر ليلة تسعة عشرين مثلا. هي ليلة القدر. مثلا. فان اخر ليلة هي افضل ليلة. يعني لو كانت ليلة تسعة عشرين دي وافقت ليلة قدر. وكانت اخر ليلة في رمضان. فدي حاجة مختلفة. انما لو كانت. اخر ليلة في رمضان ليلة تلاتين زي النهاردة كده. فان الليلة اللي فاتت دي هي اعظم ليلة في رمضان بعد ليلة القدر. ليه? لان اذا كانت اخر ليلة ربنا سبحانه وتعالى. بيقبل يعني كل من استغفر. يعني هل من مستغفر ان فاغفره له? هل من تائب ان فاغفره عليه? فربنا بيغفر لناس كتير جدا في التوقيت ده. لكن ليلة القدر هي يعني اهم واحسن. وعبادة 83 سنة يا جماعة. عبادة 83 سنة. طبعا الشروق اللي قدامنا ده او الاضاءة اللي في الجو دي اضاءة بيضة حلوة. يعني موضوع ان الدنيا تبقى بيضة كده ده حاجة جميلة قوي. بس هو فيه اشعة. يعني انا حاس ان فيه اشعة. طيب انا عايزة افتح. موضوع صعب شوية يا جماعة. لو انتم عايزين نكمل في البس. انا معاكم نكمل. لو انتم عايزين تقفلوا كفاة كده نقفل. انا حاس ان فيه اشعة وراء الصحب. لكن انا مش شايف الشمس خالص. لا تصدق فيه دقايق. دقايق وهتظهر الشمس. لان فيه حتة كده. زي خالص الشمس صعبت منها يعني. حتة اللي فيها الصحب. وحتة فضي ايه. بدأ الشروق يظهر فيها. فخلينا نستنى البيئتين دول. نستنى الشوية دول. هذه الليلة ذاته 50 مصدر. انا لابد ان كل الناس يقولوني ان اللي لا لاaha فض muy alto. ويقولوني ان الليلة لها هي الأفضل والليلة ات're allah. وهيقول لك الليلة دي لألاء والليلاتين اللي برجحهم هي الليلة تكذا وليلتكذا فده اللي أنا هوره لكم ان شاء الله بالصور اللي أنا مصورها بإيدي ايوة الدول العربية ده مين اللي بيقول رباح بيقول الدول العربية صامت تسعة وعشرين يوم عندهم اخر يوم هي ليلة صح صح يا رباح وعندهم الشروق ده شروق شمس تسعة وعشرين رمضان مش تلاتين رمضان بس برضو الشروق ده واضحة هون في اشعة قوية جدا. احنا بقالنا ايه في اللايف? بقالنا حاجة وتلاتين دقيقة. الشمس يا جماعة دخلة على تمانية وعشرين دقيقة شروق. احنا دخلين في نص ساعة قاعدين. بعد شروق الشمس يعني. دخلين على نص ساعة. فده وقت كبير طبعا بس عشان نشوف. عشان نشوف الشمس مية في المية. عشان نتأكد من شروق الشمس مية في المية. عشان نتأكد من شروق الشمس. طيب حد بيقول لي ايه استنى عشان معلومات دي حلوة. شايمة بتقول عمرو خالد بيقول لي ايه لت سبعة وعشرين لينت القادر. وطلال السواق بيقول تسعة وعشرين والبقى بيقول تلاتة وعشرين. بالنسبة لنا ليلا مميزة جدا. والشروق كان مطر. كان مطر في مكة. وقت الشروق كان مطر رهيب في مكة. واحنا ما شفناش الشمس. هلا بعدها بفترة طويلة هيا. انما سبعة وعشرين وتسعة وعشرين. انا من التحري بتاعي ان شاء الله ما كانوش ليلة القادر. سبعة وعشرين وتسعة وعشرين. شفت شروق الشمس يا جماعة. شروق الشمس امر مصدق مية في المية. مصدق ما فيش فيه ظهر. ولما شروق الشمس يطلع كويس مش معنا ان هي ليلة القادر. لكن لو شروق الشمس خرج حمرة واشع قوية جدا يبقى مية في المية ما كانتش ليلة القادر. شكرا للناس اللي بتعمل لايكات جميلة. اشكركم شكرا جزيلا. شكرا لكل الناس اللي تعبت معانا في التحري. وكانوا بيستنونا كل يوم. وشكرا كمان لكل حد اجتهد ربنا يا رب يتقبل منك. لان هو ده الهدف الاكبر من موضوع التحري ان انتو كل الناس ان احنا نشجع بعض كده. على اننا نشتغل في كل الليالي. وربنا يا رب يتقبل منا ومنكم رمضان. حاجة اخيرة عايزة اقولها ضروري. رمضان لسه شغال يا جماعة. لسه قدامنا كم ساعة هول غاية ازان المغرب. بعد ازان المغرب النهاردة رمضان خلص. فانت اللي ملحقش يلحق. ادعي كم دعوة اللي انت عايزهم وامل كم حاجة كويسة كده. لان احنا مازلنا في رمضان. احنا مازلنا في رمضان. اه ناس كتيرة لسه بتقول اه اه الليلة كانت ليلة كام. هعمل يا جماعة فيديو بعد ساعتين بالزبط ان شاء الله يا ربي يعني يبقى بعد ساعتين. وهقول لكم بالزبط الليلة كانت اي ليلة في الليالي في الليالي العشر الاواخر من رمضان ان شاء الله. طيب في توهج كبير كده جدا. شايفين يا جماعة التوهج الكبير ده. اظن الناس على الفيسبوك وعلى اليوتيوب شايفين وهج كبير صح? دعوه ما نقول. كده يا جماعة. كده بعد نص ساعة نص ساعة من شروق الشمس بدأنا نشوف وهج كبير جدا جدا من ورا السحب. بعد نص ساعة نص ساعة وقت كبير. لكن لو لو هو شروق الشمس الليلة القادر برضو مش هيبقى الوهج الكبير ده. دعوه جماعة اجنيحة سيدنا جبريل والملائكة بيبقوا طالعين للسماء بيبقى في ملائكة كتير. واجنيحة سيدنا جبريل بتبقى يعني زي ما تقول كده على كوكب الارض. فشروق الشمس صعب انه يظهر بالاشعة القوية دي حتى بعد نص ساعة من الشروق. فالليلة اللي فاتت كده بنسبة كبيرة جدا ما كانتش ليلة القادر. خلاص الشروق القوي ده يا جماعة معنا ان الليلة اللي فاتت ما كانتش ليلة القادر. خلاص كده انا حاسس ان احنا تأكدنا مية في المية من الليلة دي في وهج غير طبيعي وهج قوي جدا. فالليلة دي ده مش شروق شمس ليلة القادر يا جماعة. ده اللي قدامنا مش شروق شمس ليلة القادر. والليلة اللي فاتت ليلة تلاتين رمضان لم تكن ليلة القادر. ايه بقى الليلة الاقرب طيب من وجهة نظرك يا عم محمود? اعمل لكم فيديو. ان شاء الله خلال ساعتين يكون موجود على الصفحة. وان شاء الله نقول انكم فيه متى كانت ليلة القادر من وجهة نظرنا بالتوقع. مش بالاسبات. يعني مش هتبقى مية في المية. هنتوقع انها كانت كزا او كزا. وهنستبعد الليلة التانية بناء على حديث الناب على السلام وعلى رؤيتنا لشروق الشمس. السنة صافية عندي في مصر لكن حاسس ان فيه شعاع يا محمود. ايهوه فيه شعاع فعلا. خلاص اشكركم شكرا جزيلا. والناس اللي بتقول لي بلاش تقول كلام غير علمي. ماشي يا عم اكيد يعني نتحرى ونتأكد في كل حاجة. لكن اجنيحة سيدنا جبريل دي فيها فيها احاديث. فانا برضو خلينا نتأكد لان انا برضو سمعت سمعت الشيخ من الشيخ قال كده. اللي هو موضوع ان اجنيحة سيدنا جبريل بتبقى حوالين الارض يعني. فشروق الشمس بيبقى محجوب باجنيحة سيدنا جبريل. فخلونا نشوف الشروق بتاع كل الليالي السابقة. وكمان اقول لكم بالدليل انا حسيت ايه في الليالي مش حسيت ايه بقلبي. حسيت ايه بجوارحي اللي هو الجو كان حر ولا ما كانش حر. واستبعد الليالي اللي انا متأكد بنسبة كبيرة ان هي ما كانتش ليلة القدر. وبعدين الليالي اللي كانت ينفع تبقى ليلة القدر. هنقول ان هي كانت ليلة كزا وليلة كزا. اللي ينفع من تحرينا ان هي تبقى ليلة القدر. عموما شكرا جزيلا يا جماعة ليكم. شكرا تعبناكم معنا في التحري. تعبناكم معنا في التحري. لكن الهدف الاكبر من التحري كان ايه? كان ان احنا نشجع بعض. نشجع بعض علشان يعني نبلغ ليلة القدر. النهاردة احنا بقى لنا كده حاجة واربعين دقيقة في اللايف. فاشكركم شكرا 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 جزيلا. واحب قولي شكرا يا دكتور. ريماس. ماشي يا ريماس. دكتور ايه يا ريماس. انا نفرح فرحة كده في العيد. كل الناس تفرح يا جماعة. عشان من العبادة ان احنا نفرح ونفرح الناس اللي حوالينا في العيد. وفي حاجة تانية مهمة ما تنسوش زكاة الفطر. زكاة الفطر دي فرض عين على كل واحد. فرض لازم تطلع على كل واحد. يعني انت رب اسرة تطلع عن كل ولادك مثلا. عن زوجتك كده يعني. فلازم تطلع. طبعا الشمس بقى فيها اشعة غير طبيعية. خلاص. زكاة الفطر ما تنسوش يا جماعة لازم تطلعوها. طلعوها بسرعة. وافرحوا في العيد. واعملوا حاجات حلوة في العيد. خلوا الناس اللي حواليك تفرح. ورب الله يتقبل منا ومنكو. لسه كم ساعة هو في رمضان. عشر ساعات ولا اكتر. فالناس يعني تجتهد كده. ويعني اللي مدعاش يدعي. وربنا يتقبل منا ومنكو ان شاء الله. شكورك شكرا جزيلا. واه تصبحوا على الف خير واستنوا الفيديو. الفيديو. اللي هنعمله ان شاء الله عشان نقول انه ليلة كانت ليلة الخطرة. صوت جدا ان انا كنت معاكو في العشر ليالي التحري. وان شاء الله يعني ربنا يتقبل منا ومنكو. واللي جاي يبقى احسن. احنا عندنا طبعا محتوى كبير جدا في قناتنا قنات رياضة. واسفر وسياحة. حاجات زي كده. انا هنجيب لكو اماكن. وبنغطي لكو الدوريات العالمية والعربية. وعند لها بطولة في المغرب كده ان شاء الله خلال اه اسبوع ولا حاجة ممكن تلقوني في المغرب. فربنا يسر الحال ان شاء الله. شكركم شكرا جزيلا. ده اهو شروق الشمس. الناس اللي في اليوتيوب ده شروق الشمس. وده برج الساعة. وشكرا جزيلا لكم على الخمسة واربعين ديئة دول. وتصبحوا على الف خير. شكرا جزيلا لكم. واستنوا الفيديو اللي هيبقى بعد شوية عن متى كانت ليلة القطر. سلام معقد. اشتركوا في القناة.